اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قوله ان الاناصر الامنية انسحبت من مسرح مدينة ياسبيطلة التابعة لمحافظة الغسرين غرب البلاد لان العرض الذي كان يقدمه النهدي تضمن اهانة للشرطة لتضيف الصحيفة بالقول انه بمجرد مغادرة الامن اقتحم شباب من الطيار السلافي المصرح وتوجهوا الى الفنان محمد علي النهدي على خشبة المصرح مضطره لايقاف العرض بعد تدخل حراسه الشخصيين لمنع الاعتداء عليها اما صحيفة الحياة فقد كتبت مقالا قالت فيها ان انصر الرئيس المصري المعظون محمد مرسي حاصروا امس مقر مشيخة الازهر بوسط القاهرة حيث اعقد مجمع البحوث الاسلامية تابع للازهر جلسة طائئة لادراسة الاحداث والامور التي تمر بها البلاد وقالت الحياة في مقالها ان المعارضين لقرار الجيش عز المرسي توفدوا بحشود كبيرة على مقر المشيخة وسطه تفات مؤيدة لمرسي ومنددة بما وصفه بالانقلاب على الشرعية لتضيف الصحيفة بالقول ان اجتماع علماء الازهر كان منتظرا ان يخرج بقرار يضعب شيخ الازهر في موقفه المؤيد لعزل الرئيس محمد مرسي وفي الصحفية الفرنسية كتبت يومية لوفي جاغو مقالا قالت فيه ان اسعار الوقود في محطات البنزين بفرنسا سترتفع بسبب ارتفاع اسعار النفط في الاسواق الدولية وذلك بحسب ما اعلنه امسل الاتحاد الفرنسي للمنتجات البترولية وقالت لوفي جاغو في مقالها ان اسعار الوقود في فرنسا قد شهدت على مدار شهرين ماي وجوان انخفاضا محسوسا بسبب استقرار اسعار النفط في مستويات متدنية قبل ان ترتفع مجددا بخمس دولارات للبرميل الواحد وهو من شأنه ان يرفع اسعار الوقود بمختلف انواعها اما صحيفة لبيغاسيون فقد نشرت خبرا قالت فيها ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم امثل ولايات المتحدة الامريكية بانها تعمدت ان تتم مطاردة المستشار السابق لدى وكرة الامن القومي الامريكي ادوارد سناودن ومحاصرته ليبقى عالقا في مطار موسكو ونقلت لبيغاسيون عن الرئيس الروسي قوله ان سناودن سيغادر الاراضي الروسية فور تمكنه من الحصول على ملجأ في دولة تقبل باستضافته مضيفا ان واشنطن تعمدت الغاء جواز سفر سناودن فور علمها بانه على متن طائرة متجهة نحو روسيا وذلك بهدف يبقائه عالقا على اراضيها والتسبب في احراج السلطات الروسية بهذه القضية اشتركوا في القناة